ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله الخيانة الزوجية والمشاركة فيها وفي تفاصيل النزل الأخلاقية فإن متدخلين من الشرطة القضائية بالزي المدني انتقلوا بتعليمات من النيابة العامة المختصة إلى حضيقة عمومية بعاصمة دكالة بعد أخبارهما من قبل شقيق رجل يقضي عقوب سالب للحرية بسجن تارودانت بتواجد زوجة الأخيرة برفقة خليلها حيث تم ضبطهما متلبسين ليتم إيقافهما وتصفيذهما ومن تم اقتيادهما إلى المصلحة الأمنية حيث وضعتهما الضابط القضائية تحت تدبير الحراسة النظرية وبعد الاستماع إليهما في محضرين قانونيين ومواجهتهما بوقائع نازلة تمت إحالتهما في حالة اعتقال على وكيل المالك بابتدائية الجديدة والذي أمر بإداعهما السجن المحل سيد موسى بعد متابعتهما طبقا لمقتضايات القانون الجنائي من أجل الخيانة بالنسبة للزوجة والمشاركة فيها بالنسبة للخليل العازب وذلك بعد رفض الزوجة التنازل عن حقه في المتابعة الجنائية لفائدة الزوجة الخائنة ترجمة نانسي قنقر